المرافق الرياضية على قلتها بأقليم بلدية اثنية في بومرداس مغلقة في وجه شباب المنطقة بسبب انزلاق التربة التي أصبحت تهدد القاعة متعددة الرياضات بالانهيار وأشغال الترميم التي بشرتها الهيئات المختصة تسير بوتيرة السلحفات على حد تعبير هؤلاء الأمر الذي آثار سيئة هم هناك أرسل المنطقة في 2012 من 2012 حتى 2013 سنين لأنه جبل رب يكون لأنه يكون هناك أرسل جديد فهنا لا نرى هذه الأمر لم نرى هذه الأمر لأنه يكون هناك أمر في الولايات أو في دائرة أو في البلدية هذا في كل جهة كل ما يرىهم مضرورين سيبيان لذلك الثلاث أولا التنية كما قلت نعودها كين 1200 آتلات قاعة لتبع البلدية هي قاعة أشباح اليوم التي كانت فيها الرجال وكانت فيها الشباب كلهم يجوا هنا ونحن متأسفين بأن الرياضة اليوم في الثلاثة رحت كورة القادمة الثقافة وكل مختلف الرياضات رياضيون من أبناء اثنية أحرزوا ألقاب عديدة في محافلة إقليمية وعالمية ومردودهم اليوم بدأ يتراجع بسبب تدن الأوضاع جينيور سينيور كان عندهم الإمكانيات باش ينطرينهم حتى العشرة ولا الحداشتاع الليد بسحية للأسف كتشوف انت ما عندوش ليدوش ما عندوش ليفستير ما عندوش تغطية تاع الفو بلافون صح فيه ولات الشباب ولا ي ما يستغلش الفرصة باش يصهر باش ينطريني شباب اثنية فقدوا الثقة في المسؤولين المحليين وتدخل الوزارة الوصية مطلب هؤلاء يحاول الشباب في بلدية اثنية للخيراطة في مختلف النواد الرياضية التي تشتهر بها مدينتهم لما أنجبته من أبطال واستمرار الوضع على حاله يعني بالنسبة لهم أن ما حققته المنطقة سيبقى فقط قصصا تتداولها الألسنة لا